خالد تخرج من الثانوي وجاء في باله يدخل كلية الإدارة لكن مو عارف ايش هي الإدارة وايش معناها خلونا احنا نجاوب عليه الإدارة تعني وظيفة تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية مع مراعاة المؤثرات الداخلية والخارجية جميل لكن خالد لازال محتار ايش الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال الفرق ما بينهم في الهدف والفئة المستهدفة الهدف الإدارة العامة تهدف إلى خدمة الصالح العام أما إدارة الأعمال تهدف إلى تحقيق الربح وفي الفئة المستهدفة الإدارة العامة تستهدف كافة المجتمع أما إدارة العامة تستهدف العملاء الخاصين بالمنشأة لكن خالد لازال باقي متخوف من الدراسة ويحس أنه تخص الصعب أو ما لمستقبل طيب مو مشكلة راح نزيلها المخاوف بإذن الله أولا هل التخصص صعب؟ ما في شي سهل 100% ولا صعب 100% كله يعتمد على جهدك وحبك للتخصص لكن بشكل عام يعتبر من التخصصات الممتعة ثانيا هل تخصص الإدارة ما لمستقبل؟ المستقبل بعلم الله أولا ثانيا تماشيا مع رؤية 20-30 راح يكون في دعم كبير لمنشآت الأعمال ومجتمعنا يشهد تزايد كبير بالشركات مما يضمن الطلب على جميع التخصصات كلية الإدارة المختلفة لكن المعيار الحقيقي هو مستوى بنائك لخبرتك العملية أثناء الدراسة بالتطوع والتدريب وغيرها